صعبة كتير خاصة لما تكلمت انت قلت فعزها الأهلي بخمسة تنين وتعادل مع تنين تنين في القاهرة ولكن ما تنساش هذه المقابلة محمد كانت مقابلة يعني رطار لأن الأهلي كان يشارك في كاس العالم الأندية نظن باللي هذا اللي خربت الأوراق تاعة الأهلي ولكن لما تشوفه الأهلي العودة تاوره هي قوية جدا خاصة المباراة الآخرة أمام الراجعة تني مقابل سفر في القاهرة وندغط عليه ما خلاش الراجعة تلعب أما نقوله فريق ممتاز فريق لازم احترام ولكن شباب الوزداد كان ضعيف جدا محمد شباب الوزداد كان ضعيف كيف قوى فريق في الجزائر حاليا يظهر بهذه السورة القبيحة أمام ممثل جنوب فريق هذا هو الإشكال محمد لما كنا نتكلمه قلوا يتكلموا على الدور الجزائري وقلوا ضعيف رغم أنه كانت الدور الجزائري ضعيف رغم أنه كانت تلك فرقة أهل الربع النيائين هذا هو الحدود ديالهم المقابلة الأخيرة اللي جلت في نلسا المنضيلا أنا بالنسبة لي شفت فريق منظم اللي هو سانداوس لعبين يعرفوا التمركز عنفق الميدان أعطوا كل ما عندهم أمام فريق اللي كان تحت المستوى ما كانش فريق شباب الوزداد كان منهار تماماً وحاوزي يعني حتى المدرب الكوكي سمح لي ما شفناش التغييرات جابوا حاجة يعني كنت راضي بالمقابلة بالنتيجة كنت راضي بها المفروض يا أخي تغيير أشياء أنت ما غير حتى شيء واليوم نسمع أنا يا التصريح ديالوقع كحنركز على الكاس وعلى البطولة شباب الوزداد سوف يتجري مور رابطة الأبطال أرمات أموال كبيرة لجل رابطة الأبطال أما الدوري الجزائري والكاس الجمهورية نظن ما رحش يسوي رابطة الأبطال حسيني ماذا ظهر الشباب بهذه الصورة السيئة رغم أنه أقوى فريق في الجزائر حاليا بشهادة الجميع مسيطرة على الدوري الجزائري ثلث مرات متتالية بطل الشباب كنا نمنى النفس أن يذهب إلى أبعد حد ممكن خدا خبرة في السنوات الماضية عنده لاعبين في أعلى مستوى لكن داخل أرضية الميدان شاهدنا أشباح شوف محمد اليوم شوفنا أحسن فريق في الجزائر ضد أحسن فريق في إفريقيا نعرف فريق ساندونس كيف تأهل تأهل محمد بـ 14 نقطة على حساب الأهلي الأهلي في المرتبة الثانية وإن الأهلي جاز بصعوبة ضد العب ضد الهيلال السوداني في المباراة الأخيرة لو لم يضيع الهيلال السوداني ضربة الجزائري كانت منعرج اللقاء كان الأهلي المصري لا يجوزش لدور هذا نرى محمد فريق شباب الوزداد المشكلة الأول هو تركيبة 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 على الفريق وين لعبوه نرى الدفاع ووسط الميدان والهجوم كانوا بعيدين جدا عن بعضهم محمد في كورة القدم عندما تلعب ضد فرق كبيرة من هذا العيار اللي هي فريق ساندونس لازم يكون عندك بلوك محمد شوفنا البلوك تأهل فريق شباب الوزداد ما كشفي يومه شوفنا الدفاع تائه وسط الميدان ليجيب الكورة ليمد الكورة للهجوم ما كاش هناك تنسيق بين الخطوط الثلاثة هنا نشوفه محمد في مستوى مثل هذا فريق كيما سانداوس كيما الأهلي المصري كيما الترجي التونسي ما يعطوا لكش الفرصة محمد من البداية يعني يبدوا يعني يطلعوا في رتم المباراة لازم تكون عندك يا قادة كبيرة محمد هنا فريق شباب الوزداد لعب في ميدان عالمي اللي هو ملعب نيس المونضيلا الفرق اللي يجي تلعب الزائرة في هذا الميدان تلعب بكل أرياحية تلعب يعني بصيفة يعني تحس روحة يعني أنها في ملعب اللي عنده مواصفات عالمية وين تلعب وين تلعب وين تطبق كورة قدم نظيفة ولي تحبها هي ونعرفه فريق سانداوس محمد اللي هو فريق كبير ويلعب في ميادين كبيرة ويلعب في ميادين جميلة يعني هذا الميدان كان يعني عائق بالنسبة لفريق شباب الوزداد على العكس فريق سانداوس هذا الميدان كان متاح لهم وعطاهم الفرصة بشي سجدوا أربعة أهداف وكانت قادرة الحاصلة تكون أكثر من أربعة أهداف محمد نشوفه هنا يا فريق شباب الوزداد أنا فش يعني الشي اللي محيرني محمد نعرفه أنه يعني في الشان الطريقة اللي لعب بيها بوغرة معظم لعبين كانوا من شباب الوزداد نشوفه هنا الكوكي أخطأ يعني في الخطة اللي لعب بيها أنت تلعب يعني بهذه الخطة وتلعب بالهجوم أمام فريق ليه يضربك في العمق محمد فريق سانداوس قلنا باللي عنده لاعبين عندهم مهارة جد عالية لاعبين سريعين في الهجوم لاعبين اللي عندهم تنشيط هجومي في مستوى جد عالي لازم يكون عندك فريق محمد مش يعيب أكتلعب ضد فريق أحسن منك لازم تعرف كيفاش تدافع الشيء الأول ومبعته لي تلعب له بالمرتدات حتى وين أنك أنت ركت لعب في ميدانك عاد ليه سعيب لأنك ركت لعب أمام أحسن فريق في إفريقيا نشوفه هنا شباب الوزداد حاب يعني يوظف الشخصية تاعه لكن غلط هنا الكوكي غلط في حساباته ضد فريق قلنا يعني في بداية الأمر محمد قسي سعيد قال بأنه شباب الوزداد كان ضعيف جداً أنا قول ربما أيضاً سانداوس كان قوي جداً ميدو نعم نعم فريق ماميرو دي سانداوس قدم مباراة كبيرة كان لما تشوف هذا الفريق تشوف فقط التنشيط الهجومي وتنشيط الدفاعي ديالو تفق أنه فريق جاي يلعب سلون دي باز دي فوتبول يعني يلعب على حساب أسس سليمة أسس سليمة في فوق أرضية الميدان لما تشوف اللعبين كيفاش يروحوا لهجوم وتشوف الأوروبة اللي يفتاحهم العودة للخلف طريقة إخراج الكورة المتلاتات اللي كانوا أكثر فوق أرضية الميدان الطريقة الهدف الثاني اللي يسجلوه جبعد 14 لمسا متتالية وضعوها في شيباك تحس بأنه فريق عنده نظام لعب ولو أنه للمعلومة فقط الجامعة عرفة لي تبع لشاف المبارد مدرب هذا الفريق يبلغ من العمر 36 سنة فقط وجنوب إفريقي هذا الفريق منذ سنواته هو يتبنى وصل هذا الموسم وصل قمة مستوياته على مستوى كان فاز من قبل الدولة أفريقية وهذا الموسم عاد بقوة أيضا في دولة أفريقية اليوم متأهل الدولة نصف نهائنا بالنسبة لي هذا هو المورش حرق مواحد لتتويج باللقب ولو أنه كان بإمكان أفضل مما كان لأنه الهزيمة بأربعة مقابل واحد داخل ديال تبقى نتيجة قاسية كانت صدمة كبيرة لأنصار شباب نعم نتيجة قاسية خاصة أنه الفريق كان استرجع الأنفاس قليلا بعد هدف ربيعي في نهاية شرط الأول لكن الشيلي ما فهمتوش ربما أكاديميا في كورت القدم يقول لك الفريق لما يكون فيه ديناميكية إيجابية أثناء المباراة لواحد المدرب تشباه يعني ما يغيرش لكن أعتقد أنه المدرب الكوكي اختلطت عليه الأوراق بعض الشيء كان أجر تغييرات مباشرة بعد الهدف ربيعي كان من الفروض في شهر بداية شهر ثاني ينتظر خمسة أو عشر دقاق لكنه قام تقريبا بكسر ديناميكية الفريق الإيجابي اللي كانت في العشر دقاق الأخيرة من خلال تغييرين مباشرة في بداية شهر ثاني هذا الشيء كان ربما إدارة شباب بالوزداد تلغي الرحلة الخاصة التي كانت مقررة إلى جنوب إفريقيا مباشرة وتستبدلها برحلة غير مباشرة إلى تركيا ثم إلى جوانسبول ربما لا تريد أن تصرف أموال رحلة مباشرة تسقم لقعة المليار ومئتين غليل نعم لا تريد أن تصرف أموال أكثر ويبدو أنها استسلمت ورمت المنشفة الآن إدارة الشباب مخلفات هذه المباراة الآن هل ستكون هناك تغييرات سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى الإدارة الفنية إدارة الفنية نجمي يكونوا تغييرات ولكن الإدارة كإدارة ما نضع شنولي برقا أن نهضر تيكنيك محمد حسين تكلم قال لك الكوكي ما عارك كيف يش يتعامل مع المقابلة ولكن حتى اللعبين ما عارفوش كيف يش يتعامل مع المقابلة احنا شفنا ميلودي سانباس الدقيقة الأولى شفنا الثلاث مهاجمين داروا أمتريسينج أو ولعبين تلك شباب الوزداد حابوا يخرجوا بكورات قصيرة ما تقدرش تخرج بكورات قصيرة لما يكون عندك ثلاث مهاجمين داروا لك بدقط المفروض كان يلعبوا على الطول كسروقاء الخطوط تعملون دي ساندارس هذا اللي ما عملوش اليوم شباب الوزداد كما قلت لك في البداية محمد ده هو الموسم الثالث اللي يتشارك فيه في رابطة الأمطال وهذا الموسم يعني كنا طامعين حقيقاتي باش يشوفوا شباب الوزداد على الأقل يلحق الدور النصف النهائي ولما لا النهائي ولكن كانت خيبة كبيرة هل تتوقع إقالة الكوكي في الساعات القادمة؟ الإقالة لا أنا ضد الإقالة في هذا الوقت هذا الحالي قطر واش حتدير يوم عندك بقاتلك البطولة الجزائرية وكاس الجايزة لماذا توقين المدرب؟ خليه يكمل الموسم دياله والموسم الجاعة وشو حاجة أخرى إذا أنت راضي عن أداء الكوكي؟ ليس راضي في رابطة الأبطال محمد ولكن اليوم ما تقدرش تنحي مدرب على قولك شحالم الجولة بقات محمد وبعد نقول لي لهذه الكلام هدائية على كلام على إقالة إنجليسمان ومجيء توخال نعم محمد حتى نشوف وشوف فريق شابة بلوزداد كي تكلمتلك على الطريقة المنتهجة من المدرب كوكي محمد كوكي لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة وفريق ساندونز لعب بالأربعة أربعة ثلاثة هنا كي تشوف فريق يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة ثلاثة هنا كي يكثافة عددية في وسط الميدان واحد يلعب لك بأربعة تلاعبين في وسط الميدان واحد يلعب تلت لعبين في وسط الميدان هنا كي يكثافة سيباريوريتين محمد في وسط الميدان نشوف بالكوكي أخطأ بالطاكتك تاع 4-3-3 شوفنا بوغرة في الشان لما عرف باللي هذا الميدان ميدان واسع ميدان اللي لازم يكونوا لعبين متقاربين ولازم يكون بلوك ديفونسيف في المستوى محمد يقدر يكون بلوك با ولا يكون بلوك ميديوم محمد نشوف باللي الكوكي ما استعمل للبلوك با للبلوك ميديوم ريح يلعب بال4-3-3-3 ونشوفنا الخطوط كانت جد متباعدة بين الدفاع وسط الميدان والهجوم ميلودي سانداوز محمد لعب طريقة 4-4-2 طريقة اللوزنج في وسط الميدان سانداوز عنده معدل تهديفي عالي جدا وهذا ما قاله الكوكي في المؤتمر الصحفي قال لك وجهنا فريق يمتلك معدل تهديفي عالي جدا كان من الصعب محمد سمح لي ميدو محمد بش نقوله الوراء قليلا بوغرة لما لعب ضد ليبيا في المباراة الأولى لعب بال4-3-3 ونبعد شاف باللي هذا الميدان فيه فيه العرض يعني عريض بزاف محمد وش دار؟ يعني دار طريقة 3-4-3 وين دار في الوسط الميدان دار دار دوزيكسونتري دار دو مليو ديفونسيف وزاد دار دو مليو أوفونسيف هنا وش دار دار 6 في وسط الميدان صغر من المساحات أعطى دائما يعني للأفضلية لوسط الميدان بش يكون هناك استرجاع للكورة في يعني ضرف قياسي نشوفه محمد الكوكي أخطأه مراهوش يلعب ضد فارق منه في البطولة لأنه في البطولة تقدر تلعب ال4-3 لأن الجودة اللاعبين يعني ودكاء اللاعبين ماشي كما لاعبين تحسين داونس هذو لاعبين ساندونس محمد لاعبين يلعبوا في مستوى عالي ولاعبين اللي عندهم مدة طاولة تكلمناها محمد قلنا بلي فارق ساندونس عنده مدة أطول من فارق شباب الوزداد وهو ينافس في هذه المنافسة الإفريقية تم عنده خبرة بالمناسبة لعلى شباب الوزداد في منتصف هذا الموسم شاهدنا تغييرات على مستوى الطاقم الإداري لشباب الوزداد بينما الجماهير ربما كانت تطالب في وقت معين بتغييرات على مستوى الطاقم الفني ميدو ماذا جلبت تغييرات الإدارية التي قامت بها الشركة المستحوذة على شباب الوزداد جلبت مهديرا بحيال رأس لطريق محيوه في المناسبة وشباب الوزداد الجديد سيد مهديرا بحيالها بسابق كورت قادم لكن ما فائدتها؟ ما الفائدة من تغييرات إدارية والفارق الآن أقصية بينما الجماهير كانت تطالب بتغييرات فنية وليست إدارية تغيير إداري هناك من هناك في أعلى هارم الشركة المالية لنادي شباب الوزداد هي شركة ماضة نعم لترأسها عمارة 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 الرئيس سابق الاتحاد الجزائي اللي كان أدرى ربما بأمور داخلية في شباب الوزداد على مستوى الإدارة قام بتغييرات من خلال ملح الفرصة لمهدي ربحي ليصبح رئيس جديد لشباب الوزداد الزاحة بالحاج اللي كان قبله الأعضاء اللي كانوا في الإدارة غالبياتهم قعدوا نفسهم لم يكنش تغييرات كثيرة لكن تغيير الإداري ما يقدرش يأثر على الجانب الفني مدام رابحي كان في الفارق من قبل يعرفوه اللعبين ويعرفهم ويتواصل معهم ويتواصلوا معهم من قبل قبل أن يصبح رئيس المجلس الإدارة ذلك ما يقدرش يكون تغيير الإداري أثر في تركيبة الفنية لكن لما تقوم بتغيير يعني أنت تبحث عن شيء ما تريد أن تنتقل إلى مرحلة أفضل لكن لا تقدرش تغيير اليوم اليوم مثلا اللي كانوا يطالبوا بإقالة الكوكي قبل هذه المباراة قبل هذه المباراة ربما النتائج كانت مشية معها حتى ربما الآداء أوكي البعض يقول لك الآداء ما كانش في المستوى لكن أنا لا أدافع عليه لكن النتائج كانت مشات معها محليا وإفريقيا دوري الأبطال الإفريقية تأهل في المصاحل ربما شاب بالوزدد كان يريد تأهل في صدارة ضيع صدارة لما خسر هنا واحد سفر أمام ترجي تونسي وهو اللي كان قادم من فوز في القاهرة وبعدها زاد خسر أيضا في ليبيا أمام المريخ السوداني ربما من هناك ضعت صدارة للفاريخ تأهل دور ربع نهائي في دوري محتل المركز الأول بفارق خمس نقاط ومازل عنده مبارتين متأخرتين في الكأس ماشي لغاية الدور توم النهائي سيواجه نادي شايفة العبيار لذلك نتائج هذه نتائج إيجابية صحيح ربما الأداء لا يعجب البعض لكن لما نحسبه 1 بلوس 2 لريزيولتا مشاوا مع الكوكي لكن ربما الأداء لم يمشاش اليوم خسر بربعة أمام نادي مامي لودي سانداونز حتمي أنه المنتقل من كان يبحث عن رأس الكوكي اليوم أفضل فرصة لتغيير لأحداث تغيير على مستوى العارضة الفنية لشباب الوزداد لذلك الإدارة السابقة بقيادة بالحاج والإدارة الحالية بقيادة ربحي كانت صبورة على المدرب لأن النتائج كانت معها أفضل حالي في الميور ألي دانو أنا لا أتفق معك في مسألة النتائج الإفريقية ميدو لما تقولي بأن شباب الوزداد تأهل إلى الدورة النهائية قل لك نعم لكن تأهل في المركز الثاني والمركز الثاني هو الذي جعله يواجه الآن أقوى فريق في القارة الإفريقية أنت وضعتها نفسك في موقف صعب جدا لو لعب شباب الوزداد المباراة بكل قوة مثلما لعب أمام الزمالك مثلا ذهابا وإيابا كان الشباب يتأهل في المركز الأول يكون في وضعية مريحة يقدر يواجه فريق أضعف ويقدر يمشي حتى لدور النسب نهائي لكن أنك تتأهل في المركز الثاني بلاعبين جلهم عندهم خبرة وجلهم كانوا مشكلين النواة الأساسية للمنتخب المحلي اللي كان وصل النهائي منذ عدة أشهر أنا هذه كلها نحمل مسئوليتها لا نحمل مسئوليتها للطاقم الفني أنا شخصيا حمل مسئوليتها للطاقم الفني طاقم الفني كان علي أن يتأهل في المركز الأول حتى يحط نفسه في وضعية مريحة جاهدنا فرق قوية في أوروبا تأهلت في المركز الثاني أقصية فوجدت في أجي باريسة جامعة مثلا لكن لو تأهل في المركز الأول ووصل دور النصف النهائي وعود مواجه من مامي رودي ساندار بعد المباراة تختلف ميدو ثقة تأتي مع الوقت أن تريد أن تريد أن تربح في إفريقيا وتربح عدة مباراة وتكون في المركز الأول سنوات متتالية هو يتوقف في محطة دور ربع النهائي أقصية شباب بالوزداد هذه المرة إذا أقصية هذه المرة سيكون المرة الرابعة ستوقف القيطار ديالو وهذه بالنسبة لي هذه نتيجة سلبية لشباب بالوزداد لأن شباب بالوزداد وشهو؟ أنا لا أتفق مع من يقول بأن شباب بالوزداد صح ربما ظهر بمظهر قبيح في هذه المباراة ولكن يعتبر أيضا من أقوى الفرق في إفريقيا شباب بالوزداد محمد سمح لي شباب بالوزداد يقدر يقارع أقوى الفرق في إفريقيا وعنده الإمكانيات وعنده لعبين ميديو تكلم خسر أمام الطارتجي هنا في الجزائر وخسر أمام المريخ أمام المريخ وين لعبه؟ في ليبيا في ليبيا في ملعب محايد أنا بالنسبة وفوق الطارطان نعم نعم سلح خسارة مرح نكونوا واقعيين في مباراة المريخ السوداني التحكيم تباح شباب بالوزداد في ليبيا لا 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 سيوني رياليتي فأنا نرى الفيديو نتحدث ندقق فقط شباب بالوزداد أكبر خطأ ارتكبته إدارة شباب بالوزداد كان في بداية الموسم بعد إيقالة باكيتا باكيتا الموسم الماضي كانت عنده بصمة في شباب بالوزداد رح خسر هنا مع الويدات البيضاء ويفروب عن نهائي رح مشى للمغرب دبحوا الحاكم هذك لحكم شباب القبائل أمام ترجي تونسي يوم الجمعة الماضي يوم أول عيد وحرم شباب القبائل من ضرب الجازة آمين عمره آمين هذا الحاكم المصري أعتقد بأنه حكم صاحب مهمات قادرة لأنه الموسم الماضي حرم شباب بالوزداد من ركل الجازة واضحة في ملعب محمد الخامس أمام محمد اللقب الخاسر الأكبر هم أنصار شباب بالوزداد الذين كانوا يمنون النفس بتأهل تاريخي لدور نصف نهاية ولما لا لعب من أجل كأس رابط أبطال إفريقيا معلش هذه المرة الفرصة لم تكن مواتية الحظ أوقعهم في مواجهة أقوى فريق في إفريقيا نادي ساندوز الجنوب إفريقي يجب لعب مباراة العودة بكل جدية يجب حفظ ماء وجه الكراءة الجزائرية لا يجب الاستسلام أبدا والعام القادم ستكون هناك ترتيبات أخرى وتدعمات أخرى على كل المستويات من أجل أن يظهر الشباب وهو أقوى فريق في الجزائر حاليا بمظهر أفضل ويحقق نتيجة أحسن